اشتركوا في القناة يثرني بصفتي رئيسا للجنة الاشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب بمحافظة المحرق أن أعلن نتيجة الانتخاب لعضوية المجلس النيابي والمجالس البلدية في الدوائر الانتخابية التابعة لهذه المحافظة حيث تبين بعد استلام جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية والعامة ولجان الاقتراع في الخارج ما يلي أولا انتخاب أعضاء مجلس النواب الدائرة الأولى حمد أحمد محمد الصالح الكوهجي حصل على أربعة تلاف ومية وواحد وسبعين بنسبة وقدرها ثلاثة وخمسين فاصلة ستة وثمانين في المئة محمد رفيق قاري محمد سعيد الحسيني حصل على ثلاثة وخمسمية وثلاثة وسبعين بنسبة وقدرها أربعة ستة واربعين فاصلة أربعة تعاش في المئة وفي ضو ما تقدم يعتبر المرشح حمد أحمد محمد الصالح الكوهجي فائزا عن هذه الدائرة الدائرة الثانية إبراهيم خالد إبراهيم النفاعي حصل على ألفين وتسعمائة واثمين وثلاثين صوتا بنسبة وقدرها ثلاثة وخمسين فاصلة ثمانية وعشرين في المئة إبراهيم جمعة علي محمد الحمادي حصل على ألفين وخمسمية وواحد وسبعين صوتا بنسبة وقدرها ستة واربعين فاصلة ثمانية وسبعين في المئة وفي ضوما تقدم يعتبر المرشح إبراهيم خالد إبراهيم النفاعي فائزا عن هذه الدائرة الدائرة الثالثة محمد عيسى أحمد عبدالله العباسي حصل على 3096 صوتا بنسبة وقدرها 58.64% محمد جاسم راشد العليوي حصل على 284 صوتا بنسبة وقدرها 41.36% وفي ضوما تقدم يعتبر المرشح محمد عيسى أحمد عبدالله العباسي فائزا عن هذه الدائرة الدائرة الخامسة محمود يوسف محمود عبدالله المحمود حصل على 3348 صوتا بنسبة وقدرها 40.51% خالد صالح أحمد بعنق حصل على 4917 صوتا بنسبة وقدرها 59.49% وفي ضوما تقدم يعتبر المرشح خالد صالح أحمد بعنق فائزا عن هذه الدائرة الدائرة السابعة عمار سامي علي حسن قنبر حصل على 7317 صوتا بنسبة وقدرها 71.31% يوسف عبدالله 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 محمود حصل على 2944 صوتا بنسبة وقدرها 28.69% وفي ضوما تقدم يعتبر المرشح عمار سامي علي حسن قنبر فائزا عن هذه الدائرة الدائرة الثامنة المرشح عبدالرحمن علي عبدالرحمن بو علي حصل على 3731 صوتا بنسبة وقدرها 41.56% يوسف أحمد حسن الذواري حصل على 5246 صوتاً بنسبة وقدرها 58.44% وفي ضوما تقدم يعتبر المرشح يوسف أحمد حسن الذواري فائزاً عن هذه الدائرة المجالس البلدية الدائرة الأولى عبدالله يوسف عبدالله محمد إهلال السهلي حصل على 3541 صوتاً بنسبة وقدرها 45.95% وحيد محمد أحمد البديد المناعي حصل على 4165 صوتاً بنسبة وقدرها 54.05% وفي ضوما تقدم يعتبر المرشح وحيد محمد أحمد البديد المناعي فائزاً عن هذه الدائرة الدائرة الثالثة محمد جاسم صالح حمادة حصل على 1885 صوتاً بنسبة وقدرها 36.41% باسم عبدالله علي مجدمي حصل على 3292 صوتاً بنسبة وقدرها 63.59% في ضوما تقدم يعتبر المرشح باسم عبدالله علي مجدمي فائزاً عن هذه الدائرة الدائرة الرابعة فيصل عبدالرزاق محمد عبدالرحمن العباسي حصل على 1961 صوتاً بنسبة وقدرها 38.22% عفواً قازي عبدالعزيز يوسف جعفر المرباطي حصل على 370 صوتاً بنسبة وقدرها 61.78% في ضوما تقدم يعتبر المرشح قازي عبدالعزيز يوسف المرباطي فائزاً عن هذه الدائرة الدائرة الخامسة أنور منصور قانوم يحي الحريري حصل على 3479 صوتاً بنسبة وقدرها 42.22% صالح جاسم سلطان جاسم بوهزاع حصل على 4762 صوتاً بنسبة وقدرها 57.78% في ضوما تقدم يعتبر المرشح صالح جاسم سلطان جاسم بوهزاع فائزاً عن هذه الدائرة الدائرة السابعة عادل حمد محمد يوسف الجار حصل على 377 صوتاً بنسبة وقدرها 30.92% أحمد محمد عبداللطيف أحمد المقهوي حصل على 7099 صوتاً بنسبة وقدرها 69.08% وفي ضوما تقدم يعتبر المرشح أحمد محمد عبداللطيف أحمد المقهوي فائزاً عن هذه الدائرة هذا ما لدينا وشكراً ترجمة نانسي قنقر